أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على سرعة نقل اللاعب أشرفولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يأتي ذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للعب بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للعب أشرفولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلة تمهيدا لإجراء جراحة زراعة الكلة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنصيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي نظرا لتوافر التخصصات الطبية لحالته ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكر للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدم بها الحفظ لله قرار الرئيس جي في الوقت المناسب وجينا يعني على المستشفى هنا لقينا الاهتمام جامد جدا ولقينا رعاية كويسة وأول ما جينا يعني بصراحة استقبلونا تحت وخدوا عملوا كل الإشعاعات تحاليل دخلونا القوضة اهتموا بكل التفاصيل خدوا كل البيانات الخاصة به ومشاء الله يعني كل حاجة كويسة طبعا بنشهر فخامة الرئيس على اهتمامه بالكابتن وبالرياضة وبحالة الكابتن أشرف وبنشكره جدا جدا وبنشكر كل اللي تابوا معنا كما أشهدوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة سحيط من النوم النهاردة مكالمة يلا النهاردة هتبقوا في المستشفى لأنه ما فيش انتظار لحالة أشرف حالة أشرف الرئيس نفسه اللي وجه بعلاجها وتتوجهه النهاردة على مستشفى المواد العسكري اللي بالمناسبة استقبلتنا أفضل استقبال وكان يعني أنا مش مصدق أصلا الوضع بصراحة من أول ما تخلنا الحاج ما بدأ دلوقتي يبتدى يبقى فيه متابعة لحالته بشكل كبير من الأول كوات المسلحة اللي عايزة أوجه لأشكره وطبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسل فور مع علمه بالموضوع وطبعا نتوجه لمساعدة كابتن أشرف سيادة الرئيس تصرفاته الإنسانية دي تخلينا معلش يعني ندي له كل احترام وتقدير وربنا يعينه على اللي هو فيه وأنا بشكره كابني من أبنائه وبقوله ربنا يأويك يا سعادة الرئيس على اللي أنت فيه ويدي لك الكوة في كل الاتجاهات والله والله وأنا بتكلم من قلبي أن أنا مبسوط جدا باهتمام حضرتك بيه يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية ترجمة نانسي قنقر